تخيل أن يكون منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل في تاريخه مفارقات وكوميديا وربما تكون المفارقة الأغرب والأقدم هي خطاب المبعوث الهندي كريشنا مينون عام 1957 حيث سقط مغشيا عليها بعد خطاب استمر ثماني ساعات تناول فيه الأزمة في كشمير وهو الخطاب الأطول في تاريخ خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد ثلاث سنوات في عام 1960 خطاب طويل آخر ولكن هذه المرة للزعيم الكوبي فيدل كاسترو العدو التاريخي للولايات المتحدة الخطاب استمر أربع ساعات ونصف تحت عنوان فلسفة الحرب ستزول بعد زوال فلسفة النهب تحدث فيه عن أهداف الثورة الكوبية وحذر واشنطن من مهاجمة كوبا الثورية حليف كاسترو حينها الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف وفي الدورة ذاتها توعد الولايات المتحدة بإظهار أم كوسكا الغامضة وهو تعبير روسي يحمل تهديدا قويا وساخرا بل ذهب الزعيم السوفيتي أبعد من ذلك عندما خلع حذاءه وراح يطرق به على الطاولة احتجاجا على موقف ممثل الفلبين آنذاك ولكن لم ينجح أي من المصورين في التقاط تلك اللحظة زعيم آخر ومن المعسكر ذاته الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز ففي عام 2006 كانت شافيز أقرب إلى الممثل منه إلى الرئيس حيث رسم علامة الصليب وتحدث عن شيطان متجسد تسبب بظهور رائحة الكبريت في قاعة الجمعية العامة وذلك في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن ووصف تشافيز خطاب بوش بكتاب طبخ الشيطان ولكن خيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والذي كان ممثلا مشهورا تجاوز خيال تشافيز حيث دعا إلى حرب نجوم ضد تهديد من خارج الكوكب كما أطلق ريغان على الاتحاد السوفيتي لقاب إمبراطورية الشر أما القضية الفلسطينية في الجمعية العامة فما زالت مرتبطة بكلمات الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجمعية عام 1974 لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي الزعيم الذي تجاوز نظراءه فهو معمر القذافي الذي مزق خلال خطاب طويل ميثاق الأمم المتحدة مقترحا الحلول من خلال كتابه الأبيض وهذا الخطاب الطويل الأخير للقذافي في الجمعية العامة تسبب بانهيار المترجم حينها ثلاثة وسبعون عاما من عمر الأمم المتحدة لم تخل من خطابات صادمة فماذا تخبئ خطابات الزعماء في دورة هذا العام؟ على المترجم للقناة